مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله إليكم الأحوال الجوية المتوقعة نتوقع يومي الأحد والاثنين أن تهب على المملكة رياح شرقية إلى جنوبية شرقية تؤدي إلى الشعور والإحساس بالبرودة رنم أن هناك ارتفاع قليل على درجات الحرارة مشاهدين فاصل ونواصل شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن يونيغارد للعزل المائي اعزل صح المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط الجوية نبدأ من يوم الأحد يوم الأحد حيث تكون الأجواء مشمسة أيضا درجات الحرارة قريبة من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة لكن كون المملكة تتعرر لرياح شرقية إلى جنوبية شرقية هذا يزيد من الشعور والإحساس بالبرودة في فترات الصباح والمساء والليل أيضا رغم أن هناك ارتفاع قليل على درجات الحرارة وبالتالي فالأجواء مشمسة بشكل عام أثناء النهار تميل إلى البرودة أثناء الليل والعظمى المتوقعة في المرتفعات الشمالية 24-16 الصغرى والمرتفعات الجنوبية 17-10 المرتفعات الوسطى 20-13 الأغوار 30-20 درجة مئوية وخليج العقبة 30-19 البادية الجنوبية الشرقية 20-9 والبادية الشرقية 22-9 درجة مئوية يوم الاثنين يستمر تأثير الرياح الشرقية إلى الجنوبية الشرقية على المملكة ورغم أن درجات الحرارة تكون حول المعدل أو أعلى من المعدل بقليل لكن هناك شعور بالبرودة كون الرياح الشرقية إلى جنوبية شرقية خاصة في الفترات الصباح والمساء والليل وأيضا يوم الاثنين تظهر السحب العالية وتكون الأجواء ما بين مشمسة إلى غائمة جزئيا بغيوم عالية وبتكون درجات الحرارة زي ما حكيت أعلى من معدلاتها تقريبا بقليل الحرارة العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 24 والصغرى 17 المرتفعات الجنوبية 19-13 المرتفعات الوسطى 22-14 والأغوار 30-21 وخليج العقبة أيضا 30-21 درجة مئوية البادية الجنوبية الشرقية 21-13 والبادية الشرقية 23-12 درجة مئوية يوم الثلاثة بتتأثر المملكة برياح غربية ذات درجات حرارة أقل ورطوبة أعلى وبالتالي تنخفض درجات الحرارة وتصبح الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا خاصة في المناطق الشمالية والوسطى تتهيأ الفرصة بعد فقط الظهر وبعد الظهر والمساء لسقوط زخات متفرقة من الأمطار خاصة في شمال ووسط المملكة مع حدوث انخفاض قليل على درجات الحرارة والحرارة العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 22 والصغرى 14 المرتفعات الجنوبية 17-8 المرتفعات الوسطى 20-12 الأغوار 30-19 وخليج العقبة 29-17 والبادية الجنوبية الشرقية 22-10 والبادية الشرقية 24-11 درجة مئوية يوم الأربعاء تتناقص كميات الغيوم تستقر الأجواء تقريبا والأجواء بتكون درجات الحرارة تقريبا حول المعدل أو أقل من المعدل بقليل بتكون الأجواء ما بين مشمسة مع ظهور بعض السحب على ارتفاعات مختلفة العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 22 والصغرى 15 والمناطق الجنوبية 15-9 الأغوار راح تكون بحدود 28-19 وخليج العقبة 27-18 درجة مئوية المرتفعات الوسطى 19-12 والبادية الجنوبية الشرقية 20-10 والبادية الشرقية 22-14 مع فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر في المناطق الشرقية من المملكة يوم الأربعاء أما يوم الخميس يوم الخميس أيضا يقترب من المملكة كتلة هوائية باردة وأيضا منخفت جوي وبالتالي تتكاثر الغيوم ويثرى انخفاض بداية الانخفاض على درجات الحرارة وهناك فرصة يوم الخميس لسقوط زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 21 والصغرى 14 المرتفعات الجنوبية 12-8 والمرتفعات الوسطى 17-12 والأغوار 26-16 درجة وخليج العقبة 25-16 والبادية الجنوبية الشرقية 18-10 و21-11 درجة في المناطق الشرقية مع فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر وتتحسن وتزداد فرصة الأمطار مساء الخميس ويوم الجمعة بإذن الله يوم الجمعة توالي درجات الحرارة انخفاضها وتصبح الأجواء باردة وغائمة جزئيا وإلى غائمة وتسقط زخات متفرقة من المطر قد تكون مصحوبة بالبرك والبرد والرائد أحيانا وقد تكون غزيرة في بعض المناطق قد تؤدي إلى جريان السيول وخاصة في الأماكن منخفضة وارتفاع منسوب المياه العظمى المتوقعة في المرتفعات الشمالية 17 والصغرى 14 المناطق الجنوبية 13-8 وخليج العقبة 25-17 الأغوار 26-18 درجة مئوية البادية الجنوبية الشرقية 17-10 المرتفعات الوسطى 15-10 والبادية الشرقية 21-14 درجة مئوية إذن تغير واضح يوم مساء الخميس ويوم الجمعة تستمر هذه الوضعية يوم السبت حيث تتأثر المملكة بمنخفة جوي وكتلة هوائية باردة تؤدي إلى انخفاض ملموس على درجات الحرارة وهطول الأمطار بإذن الله في معظم مناطق المملكة مشاهدينا نتمنى الجميع الخير شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء نشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات الجي الرؤية الحديثة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر يونيغارد للعزل المائي اعزل صح المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة